بكرة الزمالك هلأعي فريق بروكسي في كأس مصر وقائمته لهذه الموجهة اهي السنائي محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة المرمى في خط الدفاع حمزة المسلوسي والوينش وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغاني ومحمود شبان ومحمد طارق وحاتم سكر في وسط الملعب نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روء وسيف جعفر وسيد عبدالله نمار مع أحمد بالحاج وشكبالة وبريمان نضاي ومصطفى الشربي العائد أيضا لهذه القائمة وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وصامسون أكنولا صامسون أكنولا احنا متشوفه بس في القائمة متشوفش اكتر من كده طيب دول أبرز اللاعبين الغيابين عن هذه المواجهة زيزو ومنحوا الجهاز الفني راحة من المشاركة في المباراة في زل تلاحهم المباريات الحلبي رايحوا يعني أخيرا رايحوا زيزو بصراحة أحمد فتوح بيواصل تنفيذ برنامجه التقلص من ألام الزهر على طول أحمد فتوح عنده مشاكل يعني مشاكل في العضلات وفي الزهر وفي الرجل وكل شيء عبدالله جمعة يعاني من إجهات في العضلة الخلفية ومحمد عبدالشافي ما زال يعاني من إصابته في الرجبة نفسي محمد عبدالشافي يالجواح من أهم اللاعبين عندهم إخلاص ورجولة كل شيء يعني عمر السيسي يواصل برنامج التقلص من إصابته في الرجبة والنص المنسي يعاني من إجهات في العضل الضم ويحتاج للتقلص في العضل الضم ويحتاج للتأهيل فترة ما بين 7 إلى 10 أيام أيضا عمر جابر مستبع للأسباب فنية نفس الأمر بالنسبة لي مصطفى الزناري بالمناسبة يعني وأنا لسه كنتم أتكلم عن فتوح عبدالشافي عبدالشافي عبدالله جمعة كلهم مصابين يعني الزمالك بدأ يتحرك فعلا في ملف الظهير الأيسر وبدأ بحث الخيارات الفنية في هذا المركز في زل اقتراب رحيل عبدالله جمعة بنهاية الموسم وقرار محمد عبدالشافي المبدأي باعتزال الكرة ركز معي المبدأي عشان لسه لم يحسم أمره محمد عبدالشافي بشكل تام ولكن المبدأي هو نوي اعتزل ممكن يرجع في كلامه دولات مبقاش فيه في الزمالك غير رحمة فتوح تقريبا المتاحة وبالتالي الزمالك بدأ يبحث عن زهير أيسر آخر والزمالك بيركز على زهير أيسر مصري وليس أجنبي وليس أجنبي طيب اخوان كارلوس أسوريو المدير الفني لنادي الزمالك وعد لعب الفريق المغريبي أحمد بالحاج بالمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة خاصة أنه اللاعب عارب نية البيع فمحتاج اللاعب ياخد فرصة عشان لو هيقدر الزمالك يشتريه هو وعده أنه هيبقى موجود كان هو بالحاجة اشتكى لأحد مسؤولي لجنة القرى أنه ما بيأخدش فرصة في اللاعب ولكن أسوريو وعده أنه هيبقى موجود وهيشارك الفترة اللي جاية خبر ده أن نهركه أكتر من مرة وأكرره تاني حضر لكم عشان كل يوم يتم تجديد الرغبة يعني الزمالك لديها الرغبة في عودة حمد علاء لعب وسط الفريق المعار إلى البنك الأهلي هو شايف أنه اللاعب مميز وبيعدي مباريات مميزة مع البنك الأهلي خاصة أنه الزمالك عنده بعض الكسور في هذا المركز هذا الموسم تحديدا بعد رحيل إمام عشور عشان كده حمدي ممكن يبقى من الأوراق اللي هتفيه لنادي الزمالك الموسم اللي جاي والزمالك مش ناوي إيجاد إعارته لبنك الأهلي